أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافقة له وفي ضوء تحديات راهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بحث السيد الرئيس مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافقة له وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة بالإضافة إلى استفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات رئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الأقليمي وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم تبادل وجهة النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية وقد حرس السيد الرئيس في هذا الإطار على التجديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدة إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم معصلة سياسات تصعيد ضد الفلسطينيين وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره والسيادته وقد تم التوافق على تكسيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحواري الاستراتيجي والترحيب بنعقده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين كما عقدت سيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وقد اطلع سيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهمياتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ أليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الرهنة في البحر الأحمر كما تم استعراض صبول رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استعداد حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلاءم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية وظروف الطارئة على حد سواء وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المرة وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الأصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة فضلا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشاركة مع كبرى الشركات العالمية كما تبع سيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشاركة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية وقد وجه سيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع معصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال ظروف الطريقة وغير الاعتيادية